كل شوية المطشوات بتزيد سخونة أكتر مبارح كنا أمام نهائي مبكر شوفنا أسبانيا نبتدي مطش أسبانيا وألمانيا ألمانيا حاملت اللقب صاحبة الأرض وتغلبت مبارح اثنين واحد شوفت المطش إزاي بالتأكيد السنائي ألمانيا هي وأسبانيا الاثنين هما الأكتر تتويجا بهذه البطولة يمكن إيطاليا كانت حاملة اللقب وخرجت أمام سويسرا من دورة 16 علشان تبقى ثالث نسخة على التوالي حامل اللقب يخرج من دورة 16 حتى في نسخة ثانية على التوالي من ما بين 24 مندخب وفي النسخة ما قبلها كانت إسبانيا يحمل اللقب في 2012 وخرجت بهذا الشكل أو في الأدوار الأولى من البطولة إسبانيا ألمانيا في رئي تيم كان من المتوقع أن تفوز إسبانيا بشكل عام معدد صغر السن مع معدد لياقة بدنية وذهنية وفنية عالية بالنسبة للإسبان يأدوا أنهم يصلوا لهذه المكانة المحترمة فنية على الأرض مع الضغط الجماهيري هناك في ألمانيا ألمانيا عندها مشكلة لأنه بعض اللاعبين كبار السن حتى في الأداء الدفاعي حتى وإن كان بلعب في ريال مدريد لأنه بطيء في التعامل في كتير من الكرات إسبانيا عندها الدوافع بشكل أكبر إسبانيا عندها مجموعة من الشباب يملكوا إمكانيات فنية عالية بتجعلهم يتقلقوا حتى معندها كبيرة في البطولات الأوروبية بشكل أو بآخر فسجل إسبانيا حتى الهدف في الدقيقة 119 من المباراة في الوقت الإضافي الثاني ما قبل دقيقة واحدة على نهاية الشهوط يعني اللياقة البدنية بتفوز على الخبرات يعني بعض المحللين قالوا أن ألمانيا هتفوز لأن خبراتها أعلى من شباب أسبانيا اللي لسه صغير هل النهاردة اللياقة البدنية والقدرة الجسدية تفوز على فكرة الخبرات؟ ده عنصر من الأنصر المهمة ألمانيا عندها خبرات ولكن معدل السن ومعدل المرونة تكتكال ممكن تتنفذ على أرض الملعب مع طول مباراة 120 دي ألا بتفرد إسبانيا عندها صغار السن ولكن كبار القيمة في الأداء الفني والأداء الجماعي كمان مش بس مهارات فردية فقط لأن فيه منتخبات زي منتخب إنجلترا ما عندوش أداء جماعي كبير لكن عنده أسماء تقيلة بتقدر تخلص في المباراة وعنده النهاردة مباراة كبيرة أمام المنتخب السويسري ولو لم يستمر أو يستثمر أداء الجماعي بشكل أفضل هيعاني لأن السويسري ما عندهش نجوم كبيرة بس عندها أداء جماعي كبيرة هاخد من كلامك مهارات فنية زياد أداء جماعي ده اللي ميز أسبانيا مبارح شفنا يعني سمفونية كده في اللعب من أول دقيقة لآخر دقيقة في الماتش أسبانيا بتعرف تلعب بشكل جماعي فنيات مختلفة لو حللنا الماتش مبارح وإيه أبرز الفنيات اللي اشتغل عليها الفريق الأسباني هو زكاء لفوينتي هذا المدير الفني ابن البلد الإسباني في استخدام بعض اللعبين من حيث خلخل الدفاعات ووسط ملعب منتخب ألمانيا اللي عنده قدرات وخبرات زي ما بسانت هنمتكلمت عن أنه هو الخبرات ممكن تقع في كتير من المبارات في كتير من المبارات النوك آوت أو خروج المخدوب حتى وإن كانت إسبانيا في المبارات تصفيات أو مبارات دية ممكن تلعب وممكن تفوز بالخمسة لكن في المثل هذه المبارات لها تأسيمة وتأسيمة مختلفة على أرض الملعب ولذلك عندما سجل داني أولمو في دية 51 الهدف كان ما قبله المتخب الإسباني بلعب بطريقة ذكية على أرض الملعب في انتشار اللعب في توزيع المجهود وكن نجب المبارات بلح واختير نجب المبارات داني أولمو صحيح ويسجل المبارات الجديدة في اليورو وطبعا مايكل مارينو وكمان اللي سجل في دية 119 هدفين سجلهما بذكاء في كيفية استريتش الملعب إزاي يفتح الملعب وحتى التكنيك في وضع الكرة بالرأس في اللحظات الأخيرة من عمر المبارات حتى يمكن متخب ألمانيا ورجل جوليان نجلس مان المدير الفني ما كانش عند حلول لدرجة انه بدأ يستعين بلعبين كيبار السن بزيادة حتى وين سجل في دية 89 عن طريق فريدز في آخر اللحظات شوط تاني من عمر المبارات إلا انه مولر لعب كبير في السن مش بقول انه كيبار السن ممكن يأثر بالسلبة ولكن ما عندكش الحلول الكبيرة اللي من عالدكت أبو دلاء ان انت تقدر تعمل بها مرونة تكتيكية أكبر عكس المتخب إسبانيا اللي كان عنده صلابة ذهنية وثبات على الأرض الملعب طريقة اللي لها بحتى نسبة السكاوتنج اللي تعمل على المتخب ألمانيا علشان كده فاز المتخب إسبانيا بذكاء مع تحريك المباراة زي ما هو عايز لفوينتي المدير الفني المتخب إسبانيا والعناصر اللي عنده على الأرض الملعب حتى وإن كان معدهمش خبرات كبيرة بس أداءهم الجماعي لكن لفوينتي كمان انتقدولا انه هو طلع الوجل يمينه الشمال لامين يامال وويليمز بيقولوا كمان انه سلم الشوط التاني لألمانيا هو اتمن بزيادة هو حس انه راكب الجيم خلاص انا متفوق انا واخد المباراة للتفوق على أرض الملعب ما عندهش خوف ما عندهش رهبة لما سحب بعض اللعبين لعناصر أسائل الموجودة على الأرض الملعب ما حسسش لعبيه انه لازم يبقى في كفاءة لغاية اللحظات الأخيرة ولازالك تخطف بخطأ سازك في اللحظات الأخيرة من عمر سوما شريق أسبانيا صغير أو يعني يمينيا يامال ده 2007 أصغر لاعب في يورة 2007 أصغر لاعب 17 سن صحيح ويقال انه في ألمانيا كمان القانون ممكن يخليه ما يكملش مبرأة عشان الساعة 8 بالليل لازم الأطفال يكون ينام يسحى بدري وروح لمدرسة صحيح